وللحديث أكثر عن النفوذ الإيراني في العراق وتوغوله في المجال التعليمي والذي أظهره قرار السوداني بالموافقة على افتتاح عشرات الجامعات الإيرانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايف من كولا بمبور الأكاديمي المختص في التعليم الدكتور محمود المسافر سلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حكومة السوداني توافق على افتتاح عشرات الجامعات الإيرانية في العراق السؤال هنا ما الأسس التي بني عليها مثل هذا القرار أو الموافقة على افتتاح جامعات مرتبطة بدول أجنبية أو ربما مناهج هذه الدول هل هناك رانك هل هناك تصنيف دولي تعتمد عليه الحكومة في الإراق على القرارات بفتح هذه الجامعات الإيرانية شكرا بارك الله فيك أخي العزيز وعلى تصليط قناتكم على هذا الموضوع المهم جدا واللي هو الحقيقة الآن يعمل تحت الأضواء لكن قريبا جدا راح تبتشف فيه أشياء كثيرة وأنا لدي بعض الأمور التي اطراحها اليوم أن هذا القرار الحقيقة ليس جديدا تم تمهيزه منذ الحكومات السابقة ولكن يبدو أن الحكومة السودانية اليوم هي حكومة الأقرب من الحكومات العراقية بعد الاحتلال إلى الحرس الثوري الإيراني لا سيما بوجود وزارات مهمة تحت دواء العصائب مليشيا العصائب التي هي الجزء لا يتجزى بالحرس الثوري الإيراني لذلك أنا أعتقد أنه ستتسارع الخطأ لتنفيذ الأجندة طبعا هذه الأجندة التخريبية بدأت بالتأكيد باحتلال الحراق وتهديم كل الجوانب المهمة فيه مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وما إلى ذلك لكن طبعا إيران باحتبارها صاحبة الحصة الأكبر والحظ الأكبر في كعكة العراق اليوم فهي التي الحقيقة تحاول فضلا عن أنها تحاول أن تنهي تماما ما تم بنائه عبر 80 سنة من نظام التعليم العراقي الرشيين المعروف الدوليا فضلا عن ذلك تحاول أن تستفيد هي من التعليم لأشباب كثيرة ممكن من التعليم في العراق لأشباب كثيرة ممكن أن نطرحها اليوم على العموم أنه بالتأكيد لا الوزير الحالي لا يتجزأ من هيكل الميليشيات في العراق التابعة للحرس الثوري ولا إدارة الوزارة قادرة على أن توقف هذا المد الإيراني في داخل وزارة التعليم وجامعاته لأن هذا قد استشرى فعلا وما بقى إلا بعض الإعلانات التي يمارسها اليوم المستشار الثقافي الإيراني الذي يقول مؤخرا أنه حصل على الإذن لإنشاء ثلاث جامعات في العراق هي جامعة طهران وجامعة المصطفى وجامعة آزاد وهذه من الجامعات الحكومية الكبرى في إيران من حين حصل الإذن لا يتحدث بذلك ولكن هو يتنبأ وليس يتنبأ يعلم وينبأ بأن ثلاث جامعات كبرى ستفتتح كما أعلن في تشرين الماضي تشرين الثاني الماضي عن افتتاح جامعة طهران للعلوم الطبية في مدينة كربلا طيب دكتور هنا اللقاء اليوم كان مشترك ما بين رئيس جامعة طهران ونائب رئيس التربية والتعليم في ميليشيا الحشد ما علاقة ميليشيا الحشد بافتتاح جامعات أليس هناك وزارة للتعليم في العراق ووزير نعم نعم هناك وزارة والوزارة هذه بضمن نظام المحاصصاتية التي أقرتها جاءت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأقرتها كل الدول التي اعترفت بالحكومة العراقية بلا استثناء كلهم يعركون أن هذا النظام المحاصصاتي تعطى الوزارة ليس لشخص عبر كفاءته ولا عبر التفنقراط ولا عبر أي شيء وإنما تعطى إلى الميليشيا أو الحزب الذي أو المكون الذي يمثله لذلك وزارة التعليم العالي هي ضمن ميليشيا ضمن حصة ميليشيا للعصائب وبالتالي أنا لا أتغرب من أن يجبس رئيس جامعة طهران أو أي رئيس جامعة حتى لو ليست إيرانية أن يذهب ويجبس مع مسؤولي العصائب للحديث عن علاقات تعليمية مع عراق لأننا عمليا نمثل في وزارة التعليم العراقية عبر فصائل وميليشيات مجرمة هذا هو موضوع طبيعي اليوم إيران كلما يشتد الحرف الصيف تطالب بسداد ديونها من العراق بل وتقطع إمدادات الغاز عن العراق ولكن فيما يتعلق بالتعليم جامعة طهران تفتح ذرعها لعناصر ميليشيا الحشد وتتكفل ببناء ونفقات بناء جامعتين قد يكون الهدف من هذا القرار واضح ولكن ما تأثير بناء مثل هذه الجامعات على الغزو الفكري الذي سيتعرض له المجتمع العراقي هو طبعا الغزو الفكري بدأ فعلا منذ تهدم الأركان الدولة العراقية اللي هي حكومة العراقية والجيش وبقاء الشعب والعراق أسير بيد الولايات المتحدة الأمريكية ثم بيد إيران بعد عام 2011 الموضوع الآن الموضوع الآن أكثر نظاميا الآن أنا لدي قائمة كبيرة جدا لأسماء طلاب أنه شهادة الدكتوراه في جامعات إيرانية بعضها محترف فيها في وزارة التعليم العراقية وبعضها غير محترف فيها هذه الشهادات كلها والدراسات صدرت في اللغة الإيرانية وهذا على مدار عشرين سنة الآن هؤلاء الآن استشروا في داخل الجامعات العراقية وفي وزارة التعليم وبدأ كثير منهم يحصل على مواقع مهمة فهم الحقيقة قد خطوا خطوات إلى الأمام لكن غير معلنة لا يعرفها الناس لا يعرفها إلا المفتصون والمتابعون لذلك أنا أقول لك أنا لدي قائمة طويلة من هذه الشهادات في المحاسبة وفي هندسة الميكانيك وفي علم الاجتماع وحتى علوم الرياضة وفي الرياضيات التطبيقية وما إلى ذلك طبعا لا نتحدث عن بطلان هذه الشهادة أساسا لأنه الحقيقة عادة هناك أولا لغة رئيسية للدولة وهذه اللغة العربية وهناك لغات أخرى تقدمها الدولة أو تريد الدولة من خلال هذه الشهادات أن تقويها في العراق ولذلك ليس من ضمنها اللغة الإيرانية أو اللغة الفارسية على الأطلاق فلماذا هذا الكم الكبير من شهادات هذا الكم الكبير من شهادات وأبسال هؤلاء حتى يتم السيطرة على قطاع التعليم العراقي وعندما تبدأ الجامعات الإيرانية بالعمل حكومية منها وخاصة يكونون هؤلاء هم قادة الجامعات فالقضية الثقافية هنا تبدأ من اللغة الفارسية التي تنتشر الآن انتشارا خطيرا جدا وسيكون انتشارها أحمق وأخطر في حال تتحت هذه الجامعات طيب دكتور بموازات قرار بناء الجامعات العراقية هناك حديث عن توأمة الجامعات بين الإيرانية والعراقية هناك من يرى أن التوأمة أخطر من بناء جامعات إيرانية نعم وأنا أرى ذلك أيضا لسبب بسيط أخي العزيز التوأمة تحتاج نظام تعليمي رصين موجود التوأمة في كل مكان وأنا عملت رئيس جامعة لعدد من الجامعات ونائب رئيس جامعة وعملت في موضوع التوأمة والفرانشايزينج لكن الحقيقة مشكلة التوأمة أنها تحتاج نظام رصين جداً عفواً دكتور عفواً دكتور فقط لو توضح للمتلقي معنى التوأمة أو تعريف التوأمة عفواً التوأمة الحقيقة هو أنك تعطي منهج دراسي وشهادة دراسية ليس لك وإنما لجامعة أجنبية تعطيها على وفق مواصفات ما تريد الجامعة الأم بالضبط تدخل في اتفاقية يستطيعون هم بعض الجامعات أن تحصل على إجور على ذلك وبعض الجامعات لا تقبل الإجور ولذلك هذه التوأمة الحقيقة تكون على وفق مواصفات دقيقة للمنهج والشهادة الممنوحة من قبل الجامعة الأم مشكلة هذه التوأمة الحقيقية في كل مكان في العالم أنها ينبغي أن تكون ضمن إطار قانوني واضح جداً في وزارة التعليم للدولة أو للجامعة التي تحتضن هذه التوأمة لماذا؟ لأن الجامعات هذه تكون قاسية الجامعات الأم قاسية في فرض شروطها على الجامعات الصغيرة التي تقوم بالتوأمة مع الجامعات الكبيرة عموماً أفوان دكتور هل سيكون هناك مناهج مشتركة أو اختيار مناهج مشتركة ما بين العراقية والإيرانية أم ستكون الجامعات العراقية تابعة تماماً للجامعات الأم في إيران لا 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 هي المشكلة هذه أنت الآن ما عندك وزارة تعليم قوية ما عندك هيئات تقويمية قوية وزير التعليم تابع لمليشيا تابعة إلى إيران وبالتالي سيكون كل النظام القانوني والتطبيقي ضعيف جداً تجاه الجامعات المانحة للشهادة هي التي ستقرر بالكامل كيفية منح الشهادة ومن المقبول وما إلى ذلك لذلك سيكون النظام التعليمي العراقي على أوفق التوأمة نظام أسير بالكامل لعدم وجود نظام قانوني صحيح في العراق يمنع هذا الخضوع التام الذي يحدث اليوم نعم من كوالالنبور الأكاديمي المختص في التعليم الدكتور محمود المسافر شكراً جزيلاً وننتظر لضيق الوقت شكراً لوجودكم معنا يا أنا وسهلاً